أربع سنوات مضت على محطة بسيدا الكهربائية بريف إدلب الجنوبي بدون كهرباء لتعود اليوم إلى العمل بعد أن أعلنت مؤسسة الكهرباء في المناطق المحررة التابعة لحيئة إدارة الخدمات أن ورش السيانة تقوم بتصليح الأعطال الناتجة عن القصف التي شهدته هذه المحطة بالإضافة إلى أعمال التخريبة التي لحقت الأبراج في منطقة معرفة النعمان واقفي خارجي عن نطاق العمل تقريباً صلى أربع سنوات بعد أربع سنوات صار فيه إلى صيانة كاملة بالكابلات بخزانات الكهرباء طبعاً بتأمين الزيت للخزانات بتأمين بطاريات لخط الدي سي بعد جهد يعني وتعاون يعني كل الأخوي تم إصلاح المحطة المحطة بعد إصلاحها وعملها بشكل نظامي تغزي حالياً منطقة المعارة ومدينة المعارة تعتبر محطة بسيدا ثاني أكبر المحطة التي تغزي مناطق واسعة في الشاماد السوري وتقع بالقرب من قرية بسيدا على الطريق الواصل بين خان شيخون ومدينة معارة النعمان ووفقاً لمؤسسة الكهرباء سيتم إيصال الكهرباء إلى منازل المدنيين في معارة النعمان وضواحها بعد انتهاء ورشات من صيانة الشبكات وكبلات التوتر والشبكات المنخفضة الواصلة بين هذه القرى تم بفضل الله سبحانه وتعالى مد الخطوط وإيصالها إلى مدينة معارة النعمان وإيصالها إلى الخزانات الكهربائية وتوتر العشرين كيلو واط ليتم من خلالها تغزية المولدات الكهربائية بإذن الله سبحانه وتعالى وليتم تغزية الأهالي بالأمبيرات عن طريق المولدات الموجودة وإن شاء الله رب العالمين نأمل أن تكون الساعات ساعات طويلة وأن تخفف عن معاناة أهلنا في الداخل السوري بعيدا عن انعكاسات اتفاق تبادل التيار الكهربائي على الخدمات يرى سكان إدلب أن عودة التيار الكهربائي ولو بشكل جزئي له قيمة معنوية كبيرة لدى الأهالي خاصة أنه يترافق مع حملة إصلاحات كبيرة تعيشها إدلب لقناة حلب اليوم إبراهيم السويد ريفو إدلب